اشتركوا في القناة وإن الجواب لباب الشر مفتاحه والصمت عن جاهل أو أحمق شرفه وفيه أيضا لصون العرض إصلاحه أما ترى الأسد تخشى وهي صامتة والكلب يخسى لعمري وهو نباحه شاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم بإذن الله عز وجل حلقة جديدة من برنامجكم منطقة الأحبة اليوم بإذن الله عز وجل معنا ضيف رسم البسمة على وجوهنا وأن نرى الفرحة في قلوبنا فضيلة الشيخ إهاب الشريف أهلا وسهل الشيخ أهلا وسهل الشيخ أهلا وسهل الشيخ مشاهدين الكرام بإذن الله عز وجل سنتكلم اليوم عن موضوع عظيم جدا ولكن أستحلفكم بالله أن تسمعون بقلوبكم قبل أذانكم ألا وهو صناع المعروف فرق كبير فرق بين من يحرص كل الحرص على إحسان العبادة بينه وبين الله ثم لا يهتم بإحسان المعاملة مع الناس وبين من جمع بين الحسنين شيخنا الحبيب نبدأ كده في قصة واقع الأزمة ما الذي حدث للأسرة الكويتية وكيف نجيهم الله عز وجل من هذا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا غزت العراق الكويت في التسعينيات فكان ظلم وكان قتل وكان سفك للدماء وتشريد للأبرياء وهذه أسرة كويتية جمعت ما استطاعت من متاعها وأغراضها واستقلوا سيارتهم متوجهين إلى المملكة العربية السعودية هربا من جحيم الحرب وسعيرها وبينما هم في الطريق وقد أوشكوا على الوصول إذ بأمر لم يكونوا يتوقعونه إنها نقطة تفتيش كمي ما المشكلة؟ المشكلة أنها لجنود عراقيين الذين تركنا لهم البلاد ها هم أمامنا في الطريق أوقف الجندي العراقي السيارة ونظر في الهويات ومن رحمة الله عز وجل بهذه الأسرة أن سمح لهم بالمرور بل ودلهم على الطريق الذي ينبغي أن يسلكوه وعلى مسافة ليست بالبعيد من الكمين نظرت الأم الطيبة إلى ولدها وقالت قد أوشكنا على الوصول ولسنا بحاجة لهذا الطعام الذي معنا فعد به إلى الجندي العراقي تعجب الولد يحتلون بلدنا ويقتلوننا ونعطيه من طعامنا لكنه كان بارا بأمه فكر راجعا إلى الجندي العراقي وعرض عليه الطعام فكانت مشكلة أخرى فقد دب الشك في قلب هذا الجندي أن يكونوا قدسوا له السم في الطعام فطلب من الولد أن يتذوق الطعام من أماكن مختلفة حتى اطمأن قلبه تماما ففجر أمرا غير متوقع قال لهم كما أحسنتم إلي هكذا فاسلكوا هذا الطريق واتركوا الطريق الذي ذللتكم عليه أولا لأنه ينتهي بكم إلى حق لألغاء سبحان الله كانوا في طريقهم إلى هلاك محقق لكن الله عز وجل نجاهم ببرهم وحماهم لإحسانهم والجزاء من جنس العمر طيب شيخنا الحبيب هل صمائع المعروف ثمرت ونحن لن نقول ثمرة لأننا نعلم كلنا جيدا أننا لا ثمرات فالحقيقة أن هذه الصفقة صفقة من الصفقات الرابحة جدا لما علم أسلافنا قدرها وعرفوا شأنها كانوا يتنافسون إليها فكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول من نزل به أمر فبات متفكرا في من ينزل به حاجته ثم قصدني به فحقه علي أعظم من حقي عليه وكان الليث بن سعد رحمه الله يقول من قبل مني هدية أو أخذ مني صدقة فحقه علي أعظم من حقي علي لأنه قبل مني قرباني إلى الله عز وجل ومن أعظم ثمرات هذه الصفقة الرابحة أن يحصل العبد محبة الله سبحانه قال الله عز وجل وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله ما قال أكثرهم صلاة أو صياما أو حجا وعمرا مع عظم شأن وقدر هذه العبادات وإنما قال أنفعهم وفي رواية أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه قربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا ولا أن أمشي مع أخي المسلم في حاجة حتى أثبتها أو حتى أقضيها له أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهر أي مسجد المدينة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومن مشى مع أخي المسلم في حاجة حتى يثبتها له ثبت الله قدمه حين تزول الأقدام ونتوقف مع هذا الحديث المبارك فنتساءل متى تزول الأقدام ومتى تزل إن من مواقف ذلك موقف الصراط حين يضرب الصراط على متن جهنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فسئل عنه فقال عليه خطاطيف وكلاليب تخطف الناس بأعمالهم وقال أيضا هو أحد من السيف وأدق من الشعب ضحض مزلة تزل من عليه الأقدام أسفله نار جهنم والعياذ بالله وعمق جهنم يهو العبد فيها سبعين خريفا حتى يصل إلى قارها ثم وصف وبيّن أصناف الناس فقال فناج مسلم ناس الله يجعلنا منهم ناج مسلم سلمه الله فعبر ومخدوش خدشته الكلاليب والخطاطيف مرسل لكنه نجى برحمة الله ومكردس في نار جهنم تأتي صنائع المعروف في هذا الموقف فتثبت أقدام العبد على الصراط فرق بين من يحسن فيما بينه وبين الله ومن يستكمل ذلك بالإحسان فيما بينه وبين الناس إن التقصير في هذا الجانب الثاني ربما ضيع على العبد حسناته التي حصلها من الجانب الأول مصداق ذلك ما في صحيح مسلم في حديث المفلس لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوما أتدرون من المفلس قلنا الله ورسوله أعلم قالوا أتدرون من المفلس قالوا من لا ذرهما له ولا متاع فقال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيام بصلاة وصيام وزكاة انظر هذا هو الجانب الأول الإحسان فيما بينه وبين الله لكن ماذا فعل في الجانب الثاني ولكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته ولم يقدم عليه أخذ من خطاياهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار يتفكر كل واحد مننا في هذه الحسنات التي يتعب فيها في صيام في شدة الحر في حج مع شدة الزحام مع كثرة النفقات التي أنفقها هذا وغيره من الأعمال الصالحة ربما تضيع على الإنسان يوم القيامة بسبب تقصيره في جانب الإحسان فيما بينه وبين الناس ولا حوله ولا أقوة إلا بلا لذا يحرص العبد على أن يضم إلى إحسانه مع الله سبحانه وتعالى في جانب العبادات يضم إليه الإحسان إلى الناس كشف الكربات قضاء الديون إن تيسر أو بعضها قضاء الحوائج فهذا يجعل العبد ويرفعه في مصاف أحب الناس إلى الله عز وجل طيب شكنا الحبيب هل هناك علاقة بين الإحسان وترابط أفراد المجتمع؟ في الحقيقة هذا من أعظم ومن أجل ثمار الإحسان إلى الناس لأن القلوب لأن القلوب ربما ينالها شيء ينالها شيء من الكسر بسبب الشحناء والبغضاء وبسبب بعض ما يكون بين الناس في طبيعة البشر فتأتي هذه الصفقة لتستل هذه الشحناء والبغضاء من القلوب اسمع مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الجامع بينما رجل يمشي بطريق إذ وجد غصن شوك فأخره فشكر الله له ما شكر له رئيس حي ولا محق وإنما شكر الله له الكبير فغفر له انظر للعمل اليسير ذي الأجر الكبير وكيف يكون سببا في إدخال السرور على الناس أيضا اسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم لما بينا تفاضل الصدقات فقال أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح أي الذي يضمر لك العداوة كيف تكون هذه الصدقة سببا لاستلال هذا الشر والحقد من قلبه ويأتي رجل آخر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا عجيبا يمس واقعنا جدا إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني أحسنوا إليهم ويسيئون إلي أحلموا عنهم ويجهلون علي أي إنسان حين يسأل مثل هذا السؤال يقول له لا تسأل فيهم هؤلاء لا يستحقون ما تفعل ما قال ذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم الرعوف الرحيم وإنما قال لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل أي الرماد الحار بما يلحقهم من الأذى بسبب إحسانك ولم يزل معك من الله ظهيرا أي عليهم معينا من الله سبحانه وتعالى وانظر أيضا في جانب المعاملات في قصة الرجل الذي حوسب يوم القيامة وفي صعيد الترغيب والترهيب فلم يوجد له عمل سوى أنه كان إذا أرسل غلامه كان الرجل يدين الناس فكان يرسل غلامه يجمع ما له من المال فيأمره أن ينظر المعسر ويرفق بالموسر ويتجاوز في السكة كما في مجوع الروايات يعني ربما يكون في الملشق قديم أو مقطع فيتجاوز فيه ويتساهل فلما حوسب لم يوجد له سوى هذا العمل وكان يتفضل على الناس بذلك وكان يتجاوز عن الناس فقال الله عز وجل نحن أولى بهذا منك تجاوز عنه فانظر لتحصيل المغفرة كيف كان بل والأعجب أخي أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم عدى هذا الإحسان البشر إلى الحيوان ليس فقط الإحسان إلى البشر بل وإلى الحيوان في قصتين قصة المرأة البغية التي سقط الكلب فقام بقلبها من الرحمة ما قام فكان سببا لمغفرة ذنبها هذا الكبير وقصة الرجل الذي أيضا سق الكلب فشكر الله له فغفر له فهذا المعنى العظيم حينما نتناوله فيما بيننا تسود المودة والرحمة بين القلوب ليس الإحسان فقط إلى أهل الإسلام بل يتعداهم إلى غير المسلمين بل وأيضا إلى الحيوان جزاكم الله خيري شك طيب هناك قصة عجيبة للرجل ظل تحت الأرض سبعة سبعة أيام فلو تذكر لنا هذه القصة عنها في الحقيقة هذه من القصص الماتعة ولولا أن علماء ذكروا ذلك وذكروها عن سماع وعن معاصرة وذكرها الدكتور سيد حسين العفاني حفظه الله وشفاه في كتابه الجزاء من جنس العمل ذكر أن رجلا يقال له ابن جذعان كان هذا الرجل له من الإبل والغنم ما له فخرج يوما في فصل الصيف فوجد الإبل قد امتلأت ضروعها باللبن فنظر إلى ناقة منها سمينة جيدة طيبة وتذكر قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون تذكر جارا له فقير له بنيات سبع فأخذ الناقة وذهب إليه طرق عليه الباب وأعطاه هذه الناقة هدية الرجل ما يستطيع ماذا يقول جزاء هذا المعروف والإحسان فأخذ الناقة كان يحتطب على ظهرها ويشرب من لبنها وينتظر وليدها يكبر ليبيعه وينتفع به ومرت الأيام وجاء فصل الصيف بقحته وجفافه فانتقلوا يبحثون عن الماء في الدحول وهي حفر تحت الأرض تنتهي بمحابس مائية خرج الرجل مع أولاده ونزل أحد هذه الدحول يبحث عن الماء لكنه تاه تحت الأرض أولاده ينتظرون خارج الدحل وكانوا والعياذ بلا ينتظرون هلاكه كي يقسموا الأموال فكان أن غاب الرجل ولم يخرج فقالوا لعل ثعبانا لدغه لعله تاه وهلك فذهبوا وبالفعل قسموا الأموال فتذكروا أن أباهم أعطى جارهم الفقير الناقة فأخذوا جملا وذهبوا إلى الجار وقالوا خذ هذا الجمل وأعطنا الناقة وإلا أخذناها ولن نعطيك الجمل قال أشتكيكم إلى أبيكم قالوا اشتكي إليه فإنه قد مات قال مات كيف مات وكيف لم أعلم قالوا نزل دحلا من الدحول فتاه تحت الأرض فمات قال ناشدتكم الله دلوني على مكان الدحل وخذوا الناقة والجمل لا حاجة لي بهما وهذا من وفائه لصاحبه وذهب الرجل وأحضر شعلة نار وربط نفسه بحبل ونزل في هذا الدحل في أماكن يزحف وفي أماكن يحب ويتضحرج حتى وصل إلى الماء فوجد الرجل سمع أنينة فوضع يده على صدره فإذا به حي يتنفس فأخذه وحمله على ظهره وربط عينيه حتى لا تنبهر بضوء الشمس ثم ذهب به إلى البيت ومرس له التمر وسقار فلما عادت إليه نفسه قال بالله عليك أخبرني أسبوع كامل وأنت تحت الأرض لم تمت فقال أقص عليك نبأي العجيب وبدأ الرجل يحكي أنه نزل هذا الدحل فتاه تحت الأرض فلما وصل إلى الماء قال أبقى عند الماء فأشرب منه يقول ولكن الماء لا يكفي والجوع لا يرحم فمر يوم ويوما وثلاثة وأوشك الرجل على الهلاك جلس ينتظر الموت فوض أمره إلى الله عز وجل قال وبينما أنا مستلق إذ بإناء مملوء لبنا يقترب إلى فمي فاعتذلت في جلستي وقمت وشربت حتى ارتويت وكان هذا يأتيني كل يوم ثلاث مرات لكنه انقطع منذ يومين ولا أدري سبب انقطاعه فقال له صاحبه لو تدري سبب انقطاعه إن أولادك أخذوا الناقة التي كان يسقيق الله عز وجل منها كما قال الله ومن يتقي الله يجعل له مخرجة وكما قال محمد ابن الحنفية صانع المعروف لا يقع وإذا وقع لا ينكسر وهذه من أعظم ثمر الإحسان وصنع المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات تقي مصارع السوء أن يموت الإنسان عياذا بالله مقصرا في طاعة في فرض وواجب من الواجبات أو متجرئا على معصية سوء خاتمته صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات انظر لما ينتشر في العالم الآن من الآفات والأمراض لا مانع من الأخذ بأسباب التداوي والتشافي لكن من أعظم هذه الأسباب صنع المعروف يقيك هذه الآفات والهلكات جاء رجل إلى عبد الله بن المبارك سيد التابعين فقال يا إمام قرحة خرجت في ركبتي منذ سبع سنين وقد علجت بأنواع العلاج وسألت الأطباء فلم أنتفع دله الرجل على أمر ربما يستعجبه المشاهدون ويستعجبه الناس قال له اذهب فانظر موضعا يحتاج الناس فيه إلى الماء فاحفر بئرا هناك وذهب الرجل بالفعل وفعل حفر بئرا هناك قال فإني أرجو أن ينبع الماء ويمسك عنك الدم ففعل فبرأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة هذا من الأسلحة التي ربما يغفلها أكثر الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله طيب شيخنا الحبيب معلش في شبهة نريد أن رد عليها و هي اتقي شر من أحسنت إليه في الحقيقة بعض الناس ربما تكون لهم بعض الأمثال المصادمة لنصوص الشريعة نعم قد يكون لمن أحسنت إليه بعض الشرور و نحن نتقيها لا مانع من ذلك ولكن أن يوضع في قلوب الناس أن الإحسان سبب لإحداث الشر هذا ليس بصحيح أو يقولون مثلا افعل الخير و ألقيه في البحر مثلا لا بل نحتفظ به عند الله سبحانه وتعالى و ينتظرك في القبر و ينتظرك في ساحة القيامة فالإنسان يفعل الخير و يحسن إلى الناس و يتقي شرور الناس لا مانع من ذلك ولكن ليس ينطوي قلبه على ظل أو على حقد أو على حسد أو ليس يسيء الظن بالناس و إنما يحسن الظن بإخوانه لأن أمة الإسلام أمة الجسد الواحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طيب بعض الناس لا يحسن إلا لمن أحسن إليه فما ردكم على ذلك هذا في الحقيقة يتعامل بالمثل من جاءني مثلا في مناسبة كالفرح مثلا أذهب إليه و من لم يأتني لن أذهب إليه و هذا لأنه لم يفهم و لم يعي أنه يعامل الله عز وجل الذي يكافئ على الإحسان أضعافا مضاعفة كما سبق معنا في حديث الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قرابته و كيف أنه دله على أن يستمر و يبقى على إحسانه أنت حين تصل أرحامك إنما تصلهم لوجه الله تنتظر الثواب من الله سبحانه وتعالى ينسى لك في آثرك يوسع لك في رزقك هذا إحسان و جزاء هذا المعروف لا تنتظر من الناس أن يردوا المعروف بمثله إن فعلوا فهذا هو الواجب إن لم يفعلوا فأنت قد أخذت نصيبك و حظك و ثوابك و جزائك من الله سبحانه وتعالى و نريد أن نحطم هذه القاعدة الموجودة عند كثير من الناس و هي المعاملة بالمثل لأنها تؤدي إلى تفكيك الروابط و تقطيع الأواصر بين أفراد المجتمع حين نستحضر أننا نعامل الله سبحانه وتعالى طيب شيخ نوفيه رسالة على الخاصة نقرأها و لا نكمل تفضل بس يا خارج الموضوع خلاص في أخت تقول لماذا نسجد سجدتين في الراقعة الوحيدة و نرقع مرة واحدة هذا لأن الله عز وجل أمرنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بذلك و هذا أمر توقفي و العبادات التوقفي الأصل فيها أننا نفعل ما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم و إلا فنحن نصلي الصبح ركعتين و الظهر أربعا و العصر أربعا و المغرب ثلاثة مع اختلاف في الإسرار و الجهر لماذا؟ إذا لم نجد ماء للوضوء أو تعذر استعمال الماء نتيمم لماذا؟ هذا اختبار لعبوديتنا و خضوعنا لله سبحانه و تعالى و بعض العلماء ربما يعلل بأن أقرب ما يكون العبد من ربه و ساجد فلذلك زيد في السجود لكن الأصل أننا نتبع ما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم و الله أعلم صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خير نرجع إلى موضوعنا مرة أخرى ما الذي يحدث لمن يهمل الإحسان؟ في الحقيقة هذا الإنسان الذي يريد من الناس أن يحسنوا إليه وهو لا يحسن نعم يريد المعاملة من طرف واحد ولا حوله لا أقوة إلا بالله هذا الشخص يصير منبوذا في المجتمع ولا حوله لا أقوة إلا بالله تضمر له القلوب العداوة و نحن نقول لا ينبغي ذلك ولكن هذا هو الواقع بسبب فعله و سوء قصده ولا حوله لا أقوة إلا بالله ذكر الدكتور العفاني أيضا في كتابه الماتع الجزاء من جنس العمل قصة ذلك الرجل البخيل الذي ما كان ينفق شيئا من ماله و لا يؤدي الحقوق التي عليه حتى هجره الناس و أهله فكان له جار يسأل عليه بين الحين و الآخر فلما رأاه لا يخرج خشي أن يكون قد أصابه مكروف فذهب إليه طرق عليه الباب ففزع الرجل من؟ ماذا تريد؟ هو لا يريد أحد أن يزوره لا يريد أن يتكلف لأحد فقال أنا جارك و جئت أزورك و أعلمت أنك مريض فقال أخرج أخرج و طرده حتى خرج من البيت فوقف الرجل غير بعيد فنظر فإذا الرجل قد وضع عنده الدراهم و الدنانير هذا كان في أول أمر لما كانت موجودة و أتى بإناء فيه زيت و كان يخاطب الذهب و يقول حبيبي أموت وأدعك لا والله سأخذك معي و يأخذ دينارا أو درهما و يغمسه في الزيت و يضعه في فمه و يتحمل على نفسه حتى يبتلع هذا الدرهم و هذا الدينار حتى أتى على ما كان بين يديه من الذهب و صاحبه يرى ذلك و يراقب حتى مات و خرجت روحه فأتى الناس و غسلوا الرجل و كفنوه و هم يتعجبون من ثقله الرجل تئيل كذا ليه و لا يعرف سر هذا الثقل إلا صاحبه هذا رجل من ذهب هذا في داخله دراهم و دنانير و بالفعل ذهبوا إليه و دفنوه فلما تولى الناس فأتى هذا الرجل في الليل و نبش القبر و فتح بطن الرجل و أراد أن يسرق الدراهم و الدنانير فاحترقت يده و لا حول ولا قتة إلا بالله فولى هاربا و هذا يبين أثر البخل و الحرص و الطمع و عقوبة عاجلة لهذا الإنسان بالإضافة إلى العقوبات الأخروية لأنه قصر فيما أوجب الله سبحانه و تعالى عليه طيب شيخنا الحبيب أتأسف لحضرصك أننا كنا قد وعدنا حضرصك أننا سنأخذ الساعة من الوقت ولكن كما تعلمون و كما أعلم الشيخ أننا قد صدمتنا مشكلة في الطريق و الحمد لله الذي يصرنا إلى هذا الموقت مشاهدينا الكرام نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اشتركوا في القناة